في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة الشيخ الدكتور راشد محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية أن إدارة الأوقاف السنية أطلقت خلال شهر رمضان المبارك حزمة من المشاريع والبرامج الدينية والخيرية في ذات السياق أشار الدكتور الهاجري لأن هناك تعاون وثيقا بين إدارة الأوقاف السنية ووزارة الإعلام في إطلاق العديد من البرامج والفقرات الدينية إدارة الأوقاف السنية في كل عام يكون لها نشاط مع هذه المواسم ووسم الخيرات وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بشهر رمضان المبارك كعادتنا في هذه المواسم نقدم حزمة من المشاريع والبرامج سواء البرامج الواضية أو البرامج الخيرية وأنا هنا أختصر لهذه البرامج الواضية أمامنا كم كبير من البرامج على سبيل المثال عندنا البرامج الأول المسابقة الرمضانية في عامها الثاني وهذه مسابقة قرآنية تعنى بالقرآن الكريم في هذا العام فيها فرعين فرع سورة العمران وفرع جزاء تبارك هذا برامج البرامج الثاني عندنا الدروس الوعظية والدورات العلمية تم توزيع عدد كبير ضخم جدا من الدروس والمحاضرات والدورات العلمية على كافة مساجد وجوامع مملكة البحرين وهناك تعاون وثيق قدمنا من خلاله مجموعة من البرامج على رأسها برامج رمضان مدرسة وهو في 30 حلقة قدمناها تعنى بالحديث عن شهر رمضان المبارك وهناك برامج الأسرة قضايا وحلول يقدمها فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان لأنزي يتكلم عن الأسرة وبرامج ثالث أيضا برامج جديد اسمه طاءات قرآنية وهو يعنى بكل محتوى عن القرآن الكريم وهو برامج مصاحب لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة طيبة الله ثراه ترجمة نانسي قنقر